لا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين لحديث ابن عمر وابن عباس المتقدمين ولأثريعل بن أمية رضي الله عنه قال طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فهل رأيته يستلمه يعني الحجر قلت لا قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فواهو الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم فلا يستلم إلا الركنين اليمانيين ركن الحجر الأسود والركن اليماني وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان بل الواجب الاكتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما في الحديث المتقدم ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار الكعبة قاله أبو عبيد الله العليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله بل العدب أن يبعد عنه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي قاله العلماء هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يحسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه